عثير على إحدى أقدم المخطوطات من القرآن يعود تاريخها إلى نهاية القرن السادس أو مطلع القرن السابع داخل مكتبة جامعة بريمينجهام على ما أعلنت الجامعة البريطانية المرموقة وكانت أوراق هذه المخطوطة محفوظة منذ قرابة قرن ضمن مجموعة كتب ووثائق من الشرق الأوسط من دون أن يتنبه أحدهم إلى قيمتها التاريخية أجزاء من مخطوطات القرآن القديمة تشبه تلك الموجودة لدينا اليوم هذا ما يدعم الرأي القائل أن القرآن الموجود اليوم شبيه إلى حد كبير بذلك الذي عثر عليه في السنوات الأولى من الإسلام والتحوي المخطوطة آيات قرآنية مكتوبة بالحبر بالخط الحجازي وسوف تعرض جامعة برمينغهام هذه المخطوطة داخل حرامها بين الثاني والخامس والعشرين من تشرين لأول أكتوبر